بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدان دايماً بنبتدي أول الأسبوع مع أصحاب السعادة عشان نملى حياتنا بشر ونملى حياتنا كمان إقبال وأمل وأصحاب السعادة هم أصحاب السعادة اللي هم بيقبلوا على الزواج سواء بيقبلوا على الزواج في أول عهدهم بالجواز أو بيقبلوا على الزواج في محاولة لتجديد حياتهم الزواجية عشان تتملي سعادة وهنا وفرح ما زلنا ماشيين في طريقنا اللي بتديناه من مدة في قضية المهارات الزواجية والمهارات الزواجية ده مبحث أنا بادع كل الناس اللي بيشتغلوا في الإرشاد الزواجي وفي تأهيل المقبينة على الزواج إنهم يهتموا بيه اهتمام بالغ وخاصة لو كنا بنتكلم فيها عن مهارة زي المهارة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة المهارة اللي هنتكلم عنها النهاردة مهارة هي أساس وركن أساسي من أركان الألفة والترابط والتوافق والمحبة ما بين الزوجين ليه المهارة دي كده؟ لأنها مهارة في الحقيقة هي أساس من أسس التعامل المريح التعامل السعيد أساس من أسس المشاركة إيه هي المهارة اللي احنا بنتكلم عنها دي؟ المهارة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة هي مهارة صناعة المشترك الزواجي مهارة بتزيد الألفة والترابط زي ما قلنا والمحبة وتخلي أوقاتنا مع بعض مليانة بالنعم بالنعم وجعل بينكم مودة ورحمة نعمة نعمة ومعاني جميلة تخلي الحياة في حتة تانية زي ما بيقولوا وبتساعد في تقوية العلاقة الزوجية إلى أبعد حد ممكن تتصوره فبتوصلنا إلى مستوى بنسميه مستوى التفاعل الإيجابي اللي بيخلي الحياة التسع مش بالضطيق وبيقلل كمان الفجوات والصراعات اللي ممكن تحصل ما بين الزوجين عشان هم مختلفين طبعاً الزوجين مختلفين واختلافهم ده مش بيصنع تحديات لكن بيفتح أبواب الفرص ولذلك احنا لازم هنا نتكلم عن المهارة اللي ممكن لازم نتعلمها ولازم نتأهل عليها إذا كنا مقبلين على الزوج أو حتى كنا بنجدد حياتنا الزوجية المهارة دي جزء أساسي من الحفاظ على علاقة صحية باستمرار ما بين الزوجين مهارة النهاردة هي صناعة المشترك الزواجي بقوله مرة تانية هي مهارة صناعة المشترك الزواجي مهارة صناعة المشترك الزواجي دي عشان أقولها لكم بطريقة أبسط ما يكون فهي بتمشي على قدمين القدم الأولاني صناعة مساحات مشتركة ما بين الزوجين ممكن يعيشوا مع بعض فيه أوقات وبيعملوا أعمال مشتركة وبيعيشوا فيها في أفكار مشتركة المساحة دي ما هي مساحة صغيرة إحنا مختلفين بس ربنا شاء وعمل قانون إيه القانون ده هو اللي من أجله بنبص على قوله تعالى وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ دِي وَكَانَ بِيقُولِ إِيهِ بَيْنَكُمْ دِي كِلْمَة مُهِمَّةَ أَوِي وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً فَنِفْهَمْ مَعْنَيينَ المعنى الأولاني أن أنتوا بينكم فيه اتنين بس فيه بينكم كمان فيه مشترك بينكم يبقى وإن كنا متنوعين ومختلفين بس ربنا اللي خلقنا جعل أي حد ممكن يبقى بينه وبين أي حد مختلف عنه قدر منه مشترك وعشان كده بننمي ده وبيبقى عندنا نقاط الاتقاء واهتمامات مشتركة مساحتها مش قليلة وده المحور الأوليني في تعريف صناعة المشترك الزواجي ومن خلال المشترك ده بنقدر نمارس هواياتنا ممكن هواياته إحنا الاتنين ممكن نكون بنحبها كمان حاجة مهمة جدا جدا وبتقوي العلاقة الزوجية إلى أبعد ما يكون أن احنا نمارس عبادات معا زي العبادات اللي احنا نقرأ القرآن مع بعض ان احنا نفع على خير مع بعض أو يتعلموا شيء جديد يفدهم ويشتركوا فيه أو ممكن يتعودوا على حوار الحوار ده مش لازم في الآخر خالص هما الاتنين يقولوا نفس الأفكار لكن يتبادلوا الأفكار وتبادلوا الأفكار نفسه في الحوار نوع من أنواع ماذا؟ نوع من أنواع الاشتراك أدرب لكم مثال رسول الله عليه وسلم كان فيه جزء مشترك بينه وبين السيدة عائشة السيدة عائشة مرة توفي طفل من أطفال المسلمين فقالتلوا ايه؟ أصفوروا من عصافير الجنة أداء حواره وبين رسول الله سيدة عائشة فرسول الله قال أهو غير ذلك يا عائشة يعني أحسنتي شوف الحوار خلاها تعرف أن ده مشترك بينه وبين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وممكن كمان يشتركوا في رياضة في أشياء بدنية أو في التزام حتى في حمية غزائية تحسن صحتهم على فكرة كل ده كل اللي احنا بنقوله ده في مسألة المحور أولاني في المساحة المشتركة بيزيد أنا مش هقول بيزيد لا بيزيد التشبيك وكأن وكأن الاتنين بيبقوا بينهم حاجة بتتجدل كده كأنها حبل اللا المتين فبيشوفوا حبل اللا المتين اللي هو اللي هو بينهم اللي هي العروة الوثقة إنه هو بينهم رباط مقدس الحبل ده بيجدل بالأشياء المشتركة واو يقوموا بعمل تطوعي بيخدم الناس مع بعض ده المحور الأولاني المحور التاني هو صناعة هدف مشترك بقى ده إيه اللي حاصل ده مساحة مشتركة بيمرسوها مع بعض لكن ده هدف مشترك وإنه يحصل بينهم تفاهم متعاون وغزل كمان يغزلوا مع بعض حلم أو هدف مشترك ويتعاونوا فيه ممكن يكون لواحد منهم أو ليهم هما الاتنين أو للأسرة في المستقبل مثلا يعملوا مع بعض يتعاونوا مع بعض في اتخاذ قرات متعلقة بالحياة الزوجية زي الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والمهنية والدينية كمان يعني كمان أهداف دينية أه أهداف دينية أنا عايز أبطل إننا أبقى إنسان بتعمل مع ربنا بالرعب أنا عايز أتعمل مع ربنا بالأمان يقول لها توكلنا على الله إيه اللي حاصل تعالي دايما أنا أذكرك بإن الله سبحانه وتعالى رطيف بعبادي وإنتي كمان تفكريني إني إيه تفكريني أليس الله بكافر عبدا ودايما نبقى إحنا اتنين نقعد مع بعض ونذكر الله سبحانه وتعالى فالله خير حافظاه ووأرحم الراحمين وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان خير معلم لنا وهو أعظم من علمنا مهارة صناعة المشترك سواء في المساحات المشتركة أو في الهدف المشترك فكان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في المساحات المشتركة بيشارك زوجاته في أعمال البيت وهو حضرة النبي كان متعود إنه دايما يصنع المشترك مع أي حد بينه وبينه عراق زي الصحابة ييجوا يعملوا عمل فرسول الله سلم يختار عمل من الأعمال اللي بيعملها الصحابة لكن في البيت كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة العمل المشترك بقى إيه اللي حصل فلما سألوا عن حاله كان في مهنة أهله يعني بيشترك معهم في عمل المنزل طب وإذا كان هو بقى عمل تاني إضافة يعمله كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويرفق ثوبه صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم بقى في كمان في مساحة المشتركة يسابق السيدة عائشة في الجاري فمرة يسبقها ومرة تسبقه فكان بيشاركها حتى لعب الأحباش وشوف حتى المشاركة توصل إلى إيه؟ توصل إلى شيء عجيب قوي حاجة ممكن رسول الله سلم يعملها في الخلوة ورسول الله سلم متعود على الخلوة ده أول عهده بالوحي كان في الخلوة لما نزل عليه سيدنا جبريل وقال أقرأ كان في الخلوة ومع ذلك صلى الله عليه وسلم لما زوج السيدة عائشة بقيت عبادته فين كان يقرأ القرآن في حجر السيدة عائشة ياه للدرجة دي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عايز يعلمنا مبدأ وقضية العبادة المشتركة إن رسول الله سلم وحتى نما صحابه كانوا يكلموا رسول الله سلم لما حدث حادث القف قال لا تحدثوني عن عائشة فإني لا ينزل علي الوحي إلا وأنا في حجرها إيه ده يبقى رسول الله عايز إلا حاصل تسمع السيدة عائشة ده فيبقى فيه مساحة مشتركة مساحة اسمها من؟ مساحة الوحي وفيه الأهداف بقى المشتركة أنه صلى الله عليه وسلم كان واضح بقى الأهداف المشتركة وماذا؟ احتضان المؤمنين فاحتضان المؤمنين ده هدف مشترك هدف مشترك إيه اللي حاصل؟ جات آية سورة الأحزاب وبينته الهدف المشترك هو احتضان واحتواء المؤمنين فالله سبحانه وتعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وهدف التاني واشتركت معا زوجاته فبقت زوجاته أمهات المؤمنين فكانوا عونا له في طريق الله ولزيك ما كناش نستغرب لما وزوجاته أمهاتهم فما كناش نستغربين أن السيدة المسلمة تشير على حضرة النبي فحضرة النبي دي مساحة إيه بقى؟ ده هدف مشترك إن احنا نحافظ على المؤمنين ونرعاهم فأشرت عليه فنجى المسلمون وإيه اللي حاصل؟ وحلت قضية مسألة العمرة فذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق فذبح المسلمون وحلقه ببركة ستنا ومسلمة إيه اللي حاصل؟ المساحة دي مساحة الأهداف إنه هو فيه هدف إن احنا نرعا المسلمين نصون المسلمين نحافظ عليهم فكان عدف مشترك طب المهارة دي محتوى واضح إنها مهارة مهمة أوي في البيوت مهارة هتخلينا إيه؟ هتخلينا ننجو من مشاكل كتيرة ومن تحديات كتيرة أو أي حاجة زي كده يتبقى محتاجة إنها نتضرب عليها طب نتضرب إيه اللي هنتضرب عليه؟ أول حاجة نتضرب أول خطوة لازم نتضرب عليه عشان نحصل على المهارة دي إيه هي؟ تحديد نتعلم جزء من هذه المهارة تحديد المساحات والأهداف المشتركة والاتفاق عليها يعني الزوجين عليهم إنهم يحددوا بيحبوا يتشاركوا في إيه؟ طبعاً هو كل واحد عارف بيحب تكون خصوصيته في إيه؟ بس هو لازم يبين لشريك حياته ويعودوا يتفقوا هم بيحبوا يشتركوا في إيه؟ سواء زي ما قلنا ممكن يكون ده في المساحات المشتركة أو كان في الأهداف المشتركة فلازم كل واحد فيهم يحدد يحب يتشارك في إيه؟ سواء زي ما قلنا ممكن يكون بيدرسوا يدرسوا حاجة مع بعض أو ينموا مستواهم التعليمي أو الاجتماعي وممكن يكونوا هم الاتنين بيحبوا الأعمال الخيرية مثلاً فلما يحبوا الأعمال الخيرية إيه اللي يحصل؟ يبقى إذن يشتركوا في الأعمال الخيرية مع بعض يشتركوا في الأعمال التطوعية زي مثلاً إطعام الطعام أو يتطوعوا في مؤسسات العمل المجتمعي وكل ده يكونوا معاً بس أهم حاجة في تحديد المساحات المشتركة بقى إن محدش يطلب من التاني إن يتنزل عن شيء ما يتنزلش عن شيء بيحبه ولا حد يضح عشان حد لأن التضحية بتكون مطلوب بعد التضحية بيطالب كل واحد بقى بمقابل التضحية دي لأنه بيضحي بيعتبر إنه دفع تمن غالي قوي ولازم ده يتقدر لا إحنا المشاركة ملها مش تضحية المشاركة مش تضحية المشاركة مش تضحية المشاركة أحد بنود وأحد أبواب وأحد معاني حسن العشر يبقى إحنا المشاركة دي بتعمل ايه؟ بتوصلنا إلى حسن العشر وعاشرهن بالمعروف وحسن العشر ده هو المعيار الحقيقي للحب بتحب واحد خليك حسن العشر لكن أنت ممكن تتكلم عن ايه؟ عن الحب كتير لكن لو بتحب حد فعلا يبقى لازم ايه؟ تحسن عشرته ومن لوازم حسن العشرة المشاركة بحب أما بالنسبة للأهداف مثلاً فممكن الأهداف تكون متعلقة مثلاً بالأولاد عن خلف كام وهيتعلمه إزاي وهيروحوا أنا مدارس أو مثلاً يتعلق بالوضع الاقتصادي عن حسن دخلنا إزاي عن حوش قد ايه؟ يعني عن نتدخر طب وللن نتدخره عن نستثمره في ايه؟ أو حتى في المستوى الاجتماعي زي مثلاً عايزين نغير البيت بعد كام سنة والبيت الأفضل ده يكون فين؟ أو حتى ممكن يكون الهدف المشترك ده وهدف مهني محتاجين نطور نفسنا مهنياً فنأخذ الكورسات الفلانية أو محتاجين أن نقرأ الكتب الفلانية أو محتاجين أن نتشارك ونتبادل المعرفة في المجال الفلاني طيب هنستمر في الدراسة ونحصل على سعاداته عليا ولا هنكتفي من مرحلة الجامعية الجامعية ونأخذ دبلوم تخصصي مهني هنعمل ايه؟ كل ده أهداف نتكلم حواليها ونتفق عليها تاني خطوة وهي خطوات منطقية خطوة تانية وضع خطط لتحقيق الأهداف دي ما ينفعش خلاص وده أحد الأشياء اللي بتخلي المهارة دي ما تتمكنش من الزجين إن هم بعد ما بيحطوا الأهداف المشتركة لا يصنعوا لها خطة لا لازم يبقى في خطة عشان تحقق الأهداف المشتركة دي فمثلا لو محتاجين نحسن من دخلنا ممكن نخطط لعمل مشروع مشترك أو نخطط للاستثمار في أصل من العصول اللي عندنا زي تأجير شقة بنملكها مثلا ولو كان هدفنا يتعلق بالأولاد نضع خطة للإدخار عشان نعلمهم في مدارس معينة أو نعلمهم أو نسأفرهم يعملوا حاجة أو نديهم كرساتي أو نوفرهم جهاز مثلا لبناتنا أو مثلا عندنا هدف إن احنا نحج مع بعض نحج سوا فنحج سوا نعمل إيه الناس طول عمرهم بيعملوا إيه بييدخل فنضع خطة عشان نتدخر عشان نقدر نحج مع بعض وهكذا أو عايزين نعمل إيه عايزين نستمر الخير عندنا بشكل دوري فإحنا عايزين نتدخر ونستثمر المدخرات دي عشان لما نطلع نطلع الصدقات بتاعتنا تستمر الصدقات بتاعتنا على طول كل ده أو نتعلم درس مع بعض كل ده أو نقرأ أو نحفظ القرآن مع بعض كل ده محتاج خطط فعنقرأ كل يوم ربع أو عن راجع مع بعض كل يوم أو عن سمع لبعض كل يومين كل الكلام ده محتاج يبقى فيه خطة عشان نقدر ننفذ الأهداف بتاعتنا رقم ثلاثة نقسم المهام بيننا بقى مين بقى اللي هنحط فلوس عنده ومين اللي هيجيب لنا بقى ومين اللي هيسأل لنا الخبراء طيب مين اللي هيسأل على المدارس أنا ومين اللي هيجمع الفلوس ودايما يعمل موازنة كده ويبلغنا بيها ويذكرنا إحنا وصلنا لغاية فين أنا طب مين لو هنعمل إطعام الطعام مين بقى اللي هيطبخ ومين اللي هيوزع كده فيبتنى نوزع إيه بعد ما عملنا الخطة نوزع الأدوار بقى الأولاد حتى أولادنا لما يتربوا على إن إحنا بنوزع الأدوار يعيشوا حياة عارف أول حاجة الأولاد بيتعلموا إيه بيتعلموا بيتعلموا التناغم بيتعلموا إن مفيش حد بيعمل كل حاجة وبيتعلموا إن إحنا محتاجين لبعض ويتعلموا كمان إن الحياة كل الناس بيكملوا بعضهم فيها فيبقى عندهم إقبال على الحياة وبيشوفوا الحياة أوسع لإن الأولاد أول ما بيتعلموا الحياة وبتعرفوا على الحياة بتعرفوا على الحياة مننا إحنا كمان بنحس بدور كل واحد فينا لما بنوزع الأدوار ومبلاش حكاية الوان من شو دي إن الواحد يعمل كل حاجة نحط الخطة وبعدين واحد يشيل كل الخطة ده مش جيد ده مش صحيح لازم نوزع الأدوار يبقى وضعنا الخطة حددنا الأهداف وضعنا الخطة إيه اللي حاصل؟ كمان وزعنا الأدوار نيجي بقى الحاجة مهمة جدا جدا يبقى عندنا مرونة لوضع خطة بديلة لازم يبقى عندنا خطة بديلة إفرد يا سيدي الحامو تغيرها لازم نعرف إن حياتنا مش تحت سيطرتنا الحياة مش تحت السيطرة الحياة مش زي ما بقول كده دايما الحياة مش under control الحياة under mercy الحياة تحت الرحمة تحت رحمة الله فممكن نخطط لشيء ويحصل ظروف تخلينا نتعلم درس فنضطر نغير الخطة فلازم يبقى عندنا مرونة دي فإحنا لازم ما نخفش ولازم نتفاعل ولازم نتغير وما نقلقش جدا 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 ويجونا عندنا مرونة وقابلية إن احنا نعيد الخطة تانية وبرضو بجلسة وإحنا عندنا يقين وعندنا أمل في الله سبحانه وتعالى إنه سبحانه وتعالى مش هيتركنا ولازم نعود نفسنا على إن احنا نقيص المستقبل المستقبل على جميل الماضي لأن الجميل سبحانه وتعالى لا يقطع عوائده سبحانه وتعالى فربنا مش هيقطع عنا عوائده وعشان كده أهم حاجة في الموطن ده إن زوجين يكونوا عون لبعض على الاستمرار والتقدم ولا بأس إن كل واحد فيهم يكون أيقونة الأمل وإيقونة التفاؤل في حياة التانية وده شيء مهم جدا 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 في الحياة الحاجة اللي بعد كده تقييم الأداء وتحسينه وطول ما احنا ماشيين في طريقنا المساحات والأهداف المشتركة محتاجين إن احنا نعمل إيه؟ نفضل فكرنا ومنبهين نفسنا عليها ونفضل حطنا عندنا ولما ننفس حاجة نقصها على الهدف اللي احنا حطينه عشان نبقى ماشيين دايما ونبقى عارفين إن احنا ماشيين دايما وفقه مراضي الله اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلنا وقلنا في الجواز وهو المواد والرحمة والسكينة فما ينفعش بشكله من الأشكال إن احنا نفضل نتحول لآلات أو لعبيد للأهداف والخطط لكن احنا عبيد لله سبحانه وتعالى فلذلك لازم طول الوقت نذكر نفسنا ده فما ينفعش نتحول لآلات وعبيد للخطط والأهداف لكن لازم ماذا؟ لازم نتقدم بشكل واضح في هذا ونقيم نفسنا هل وإحنا ماشيين في الطريق ما زلنا نذكر الله سبحانه وتعالى؟ ما زلنا لم نتحول لآلات وعبيد للخطط والأهداف ولا إحنا لسه على حالنا ده فلازم نتقدم ولازم نمشي يبقى إذن ما ينفعش نتحول لآلات وعبيد للخطط والأهداف لا الخطط والأهداف دي وسيلة وسيلة والهدف نفس وسيلة لله سبحانه وتعالى وسيلة للوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وهي العيش وفق مراد الله سبحانه وتعالى هو ده الهدف وهو ده المراد إن إحنا نعيش وفق مراد الله سبحانه وتعالى يبقى إحنا لازم نكون فهمين ده فهم صحيح ولازم ببساطة خالص فمش من العقل ولا من المعنى إن إحنا وإحنا عايزين نعيش وفق مراد الله فمش من الهدف ولا من المراد إن إحنا نمشي في الوسيلة دائما لكن الحكمة بتقول إن إحنا ما ننساش أبدا مراد الله سبحانه وتعالى والغاية الكبرى ونفضل مركزين مع الوسيلة لدرجة إن إحنا نفضل لها سراعة وندخل في صراعات ومحدش فينا يبقى حاسس بالنتيجة لما نوصل ده ولازم نتخلص من كل التوقعات اللي موجودة ومرسومة في شريك حياتنا بدل ما يبقى فيه مشترك هيبقى فيه عراق لكن لازم نذكر نفسنا دايما إن غايتنا هي مراد الله اللي بتتجلى في حياتنا الأسرية في المواد والرحمة وكمان السكينة وخلي بالك كل ما هيزيد المشترك بينك وبين شريك حياتك كل ما تشعر بالاكتفاء والامتلاء والرضا ومش هتحتاج لإن أنت تلجأ الاحتواء بديل خالج الأسرة لأنه هيكون شريك الحياة مالي عليك حياتك وزي ما قال الشاعر باقي الدين زهير عن زوجته بروحي من أسميها بستي فتنظرني النحاة بعين مقتي يرون بأنني قد قلت لحنا وكيف وإنني لزهير وقتي ولكن وادة ملكت جهاتي فلا لحنا إذا ما قلت ست يا سادة مهارة صناعة المشترك دي مهارة من أرقى المعارات توكلوا على الله وأقبلوا على الله وأيشوا بالمهارة دي هتوصلوا للحياة الطيبة إلا الله سبحانه وتعالى ذكرها في قوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيانه حياة طيبة اللهم ارزقنا الحياة الطيبة واجعل حياتنا مشتركا يوسع حياتنا ببركتك وبنعمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين واجعلنا دائما في عونك وفي رضاك يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقي مع حضراتكم مع أسئلتكم مباركة عشان نجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي من نتلقى عليها أسئلتكم مباركة ونخصص لها وقت عشان نجيب عليها وتفضل مجالس العلم هي أمليتنا وسلوتنا وبابنا إلى الله سبحانه وتعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى إن يجعل علينا دايما من خير ومن فضله ويديم علينا مجالس العلم وتعالوا ناخد أول سؤال النهاردة من السيدة أم محمد من الأليوبية السيدة محمد سلام عليكم يا ديكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضراتك يا دفصل ربنا يباركينا فيك أنت بتنور قلبنا بالإيمان ومتغير وانا حاجات حلوة كتير قوي ربنا نخليك لنا الله يرضى عنك يا حاجة أم محمد ويزيدك منه بارك الله يعز حداتك الله يخليك أنا ستة عندي 67 سنة أنا اتصلت بك قبل كده أنا بقالي سنتين لما بصلي بصلي على كرسي لأن أنا ما بعرفش أزجد في الأرض أبدا ولا أرقع طيب عندي الزروف كده رجل الشمال طيب ربنا يجمع لكي بأن تمام الأجر والعافية حاجة محمد طيب خليس أنا بصلي على كرسي وبزجد وبرقع وكل حاجة بس بقومه أمه أقل أول أنوي وأصلي على كرسي هل ده بيأثر من يعني من نواية عند ربنا حاضر أجاوبه والجواب الثاق والسؤال الثاني لو سمح فضلي أنا ليه ابني صاحب أيام كان عنده حتة أرض ومش عالة يبنيها تبعها عشان مش عالة يبنيها ودوقتي يقول أنا خايف على فلوسها رجع مني حصات البنج هل نسبة الثوايب بتحصل ويقولها إدعالك تحتسك النادي حرام ولا حلال؟ أجاوب على حضرتك يا حاجة محمد حاجة محمد أنت صلاتك إن شاء الله لا ينقص من ثوابها بل إن الله سبحانه وتعالى قد يزيد في ثوابك عشان أنت بيتبع حريصة وربنا سبحانه وتعالى بيزود عليك الثواب إن شاء الله فإن شاء الله بالعكس حديث الرسول الله سلم يعني الشخص إذا اعتاد على عبادة ثم سافر أو مرضى يحصل على ثوابه معافاً ماذا؟ صحيحاً مقيماً فإن شاء الله ثوابك لن ينقص أبداً لصلاتك على الكرسي بسبب الظرف الصحي وربنا إن شاء الله يجمع لك بين التمام بالعجل والعافية حاجة التانية بالنسبة لإبن حضرتك أنه يدعى المال في البنك هذا مال حلال وهذا نوع من أنواع تمويل مشروعات البنك وليس فيه شبهة وإن شاء الله ربنا يبرك له ويزيده نور وبركة يا رب العالمين أستاذ أحمد يتفضل أستاذ أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحية طيبة ملأة الاحترام والتقدير للقيمة والقامة العلمية الأستاذ الدكتور عمر الورداني وفريق العمل واجعل الله هذا العلم والعمل في نزان حسناتكم يا رب يا رب أستاذ أحمد حضرتكم مصدر العلم وإنبوعه اتفضل أستاذ أحمد مع حضرتكم أحمد عروج أرض الجنين غربي شبرة خيمة أهلاً وسائل تفضل في الآونة الأخيرة وجد المتصدقون صعوبات جمة في توزيع صدقاتهم ليه بقى؟ في اختيار من يستحق الصدق حيث أن قد تفشت في الآونة الأخيرة في المجتمع ظاهرة التسول فأرجو من حضرتكم أن تلقوا الضوء على جزاء أو إعقاب من يتسول بدون حاجة للتسول طيب حضرت يعني يا دكتور حتى بتضرب المجتمع في مأتل يعني مظهر المجتمع أحسنت أحسنت فتح الله عليك يا أستاذ أحمد في الحقيقة أن التسول في الحقيقة بيبقى صحيح هو ده تنوع من أنواع تقديم المصلحة الفردية على المجتمع كله المجتمع كله بيحس لما يكون فيه ظاهرة التسول لما بتزيد المجتمع كله بيحس بالتهديد الناس مش متصورة المجتمع كله بيحس بأن المجتمع فيه حال غلط أن الناس مش بتتكافل لكن أنت لما تبص مثلا على التحالف الوطني للجمعيات الأهلية لما تبص الكم الخير الموجود في كل المؤسسات لما تبص فيما يقوم به بيت الزكاة اللي بيقوم بالتحالف كل اللي بيقوموا بيه ده كله بيقول أن الناس لا الناس متكتفة الناس متفعلة الناس مع بعض آه محتاجين نستمر ونكمل آه طب إيه حاجات التسول ده آه حاجات التسول دي مهنة والعزب الله هو من أخس المهن التسول مهنة من أخس المهن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جعل هذه الطريقة هي طريقة تجعل الإنسان يسود وجهه أمام الرحمن الراجل جي يتسول فرسول الله قال له لا ما تسوالش تعال تعال اعمل مهنة فروح حاتل في بيتك ورسول الله أعمل مزاد ده احنا الواحد ما بيصدق بس أنه لا نكتسو ده وواضح أنها تبقى وصمة فدي وصمة أخروية فالتسول ده حاجة سيئة والتسول هذا المال أكله لأموال الناس بالباطل أكل أموال الناس بالكذب والادعاء وتشويه الجسد وتشويه خلق ربنا سبحانه وتعالى التسول جملة من المصائب جملة من المصائب ويكفي إشعار الناس هذا الذنب العظيم إشعار الناس بالقلق وإشعار الناس بأن الخير ما بقاش منوجود وده والعزب الله ذنب عظيم ولذلك التسول جريمة التسول جريمة ويستحق أنه جريمة وهو جريمة دينية وجريمة شرعية يستحق صاحبها التعذير لما يقع من الضرر على المجتمع وكمان جريمة مجتمعية لأنه بيخل المجتمع في حالة عدم أمان اجتماعي ولذلك التسول شيء رديء ييجي واحد يقول لي بس يا مولانا ما هو ده الإتقان بقى هو ده الخديعة ولذلك أنا لا أحب أبدا أن نعطي لي متسول الشخص اللي بيرده الإرش والإرشين ده مش هو ده الفقير الفقير هو اللي يترك ولا يسأل الناس تعففا الناس دولة بياخدوا من أموال الناس المستحقين فلذلك لابد أن احنا ننتبه لو أن الناس امتنعوا أنهم يعطي للمتسولين لن قطع زائرة التسول من المجتمع فإننا عالينا كلنا عالينا واجب أن احنا ما نديش لحد المتسول ونعطي لأصحاب الاستحقاق الحقيقي وإحنا نستطيع أن احنا نعرفهم بسبب الحال الاقتصادية نستطيع أن احنا نصل إلى الناس مش عارف اذهب إلى المؤسسات المعتبرة المؤسسات اللي هي موسوخ فيها كل مؤسسات التحالف أو حتى كل المؤسسات دي هي مؤسسات موسوخ فيها وتستطيع أن انت تعطيه من مال مال الصدقات ومال الزكوات هو ده اللي احنا بنقع عليه لأنه ما ينفعش أن احنا بنعمله ده نهدل الأموال مع الناس محترفين النصب والخداع والكذب وكأننا بنكافئ الناس دي على كذبها وقدرتها على التمسيل نعم أستاذ إبراهيم من الجيزة يتفضل أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا فيه واحد شغال في المسجد موظف نعم وأنا كنت يعني وقعد عال في المسجد كتير وفتح الجامعة وقف المهم يعني فيه عنده أكفنة كتير فيه عنده أداني كفن يعني طيب أداني كفن من عنده فأنا بقول له حلال والله حرام قال لي لقى حلال ده عندي كتير بده الميبوش يعني بده للك أكفنة عندي ميبوش خد لك واحد فهل الكفن ده حلال هو دلوقتي الأكفن اللي عنده دي أكفن للصدقة صح؟ للصدقة طيب هو أدلك كفن عشان حضرتك إن شاء الله بعد مع حسن العمل ومع طول أن أنت تكفن تكفن به هل حضرتك من أهل لهذا الاستحقاق اللي هو يدي لك لأهذا الأمر؟ لو كان ده خلاص يبقى أنت خلاص حشانك إزاي يعني؟ من أهل الاستحقاق إنه قاله عنديها للأكفن دي للمفقراء المسلمين أيوه للمسلمين أيوه طيب ما كانش ده يبقى خلاص الأكفن يخليها عنده اسمعني بس يا حج إبراهيم الشخص ده ليس من حقه أن يتصرف بتوزيع الأكفن إلا للأموات أو لأحد لا يستطيع أن يجد كفنا عنده موتي هو دهت بس اللي هو دهت لأن الأكفن لما محطوطة محطوطة للمحتاجين من الفقراء المسلمين كفن الوقت هو عندي بقى له جسانة خدته بقى له جسانة في البيت عندي فأنا بحاول أن تصل بحضرتك عشان أعرف هذا الكفن ده حلال والله حرام بس ولا حاجة إحنا لو كنت حضرتك لا تستطيع أن أنت تشتري خلاص خليه عندك لأن أنت حضرتك مستحق لده تستطيع أن أنت تشتري كفن وكده يرجع عشان دهت هيكون لفقراء المسلمين نعم أستاذ ساوسن تتفضل إزاي حضرتك يا شيخ فضل ونعم الحمد لله بقول لحضرتك إيه أنا كنت مدينة دين للناس طيب ماشي وكاتب علي إصال طيب بعدين دفعت جزء من الإصال ولما جيت أدفع الجزء الثاني الأخير يعني كان فضل مبلغ بسيط المهم أنا قديت تاني زوجي قبل ما توفق كتب ديته له قلت له لو سمحت فوصل الأمانة دي وأقدر للفلاني فلاني نعم جاء دوجي أقولي شوية ألاحها عليها ألاحها عليها اتصل بفلاني فلاني الله أعلم أنا طبعا كنت بشتغله كده المهم ما وصلوش البتاع الموضوع ده بقاله أكثر من عشر سنوات ثانيا يعني دلوقاتي بيطلبوني بالفلوس أنا يعني قدام حكم حكمر الدين أي دلوقتي أنا دفعتهم ممكن هم موصلش الفلوس لا لا حضرتك ما دفعتهمش ولا حاجة حضرتك قديتي أقول لحضرتك بص حاجة سوسا أنت دلوقتي دفعت الفلوس لمن وكلتي أن يوصل هذا المال لأداء فالمال ما وصلش الراجل ما قبطش المال ده فما زال المال في زمتك والمال ده راح صرفوا زوج حضرتك الله يرحمه فالمفروض أن المال اللي صرفوا زوج حضرتك الله يرحمه ده دين عليه هو دين عليه هو ليكي أنت يبقى تعالي نقول كده يبقى الحج صاد ليه دين عليكي ليه جزء من دينه لسه ما سددتيش حضرتك وانت ليكي دين على زوجك الدين اللي هو كان الفلوس المفروض يوصلها للحج صاد يبقى أنت حضرتك لو أني زوج حضرتك ليه تاركة المفروض قبل ما تطلع التاركة دي يدولك الفلوس اللي كان المفروض يوصلها زوج حضرتك للحج صاد لكن الحج صاد ما زال ليه دين نعم لأن الدين ده لم يسدد لم يقبض هذا الدين لأن حضرتك مقرة أن زوج حضرتك لم يوصل الدين للحج صاد أنت بتقولي أنا دفعته آه دفعتيه عشان زوج حضرتك يوصله وما وصلهوش يبقى زوج حضرتك مدين ليكي بهذا المال وما زال حج صادق دائن لحضرتك بما بقية من دينه عليك يا سادة احنا النهاردة تكلمنا عن مهارة مهمة جدا جدا وهي مهارة المشترك الزواجي سواء المشترك في المساحات المشتركة أو المشترك في الأهداف المشتركة وقلنا لكم شوية نصايح لكي نكون أصحابها زي المهارة المهارة دي بتوفر علينا متاعب كتيرة في الحاجة زوجية احنا أكتر لأوقات بنستهين بالمهارة دي وبنعتبر ان احنا فاهمين بعض والمهارة دي هاتيكي كده مش محتاجين ان احنا نأكد عليها الحقيقة لا مفيش مهارة كده الانسان بيولد بيها دي مهارة محتاجة تدريب ومحتاجة ان احنا نهتم بيها ونركز عليها لان هي في الحقيقة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكتبها له بيحس بالوسع وبالبركة وبالنور وبالقدرة على تجاوز أشياء كثير من الناس وقعوا فيها وتوحلوا فيها ولكن هو بيستطيع ان هو ينقو من كل هذه التحديات بمهارة صناعة المشترك الزواجي يا رب اجعل القلوبنا مؤتلفة دائما وجعل لنا مدد من مددك وجعل لنا عون من عونك وجعلنا من أهل التيسير وافتح لنا أبواب المحبة وأبواب الألفة برحمتك وبركتك وودك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا في مودة ورحمة وسكينة على الدوام يا رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة